الناس والجمهور والصحفين حتى في القرى الإفريقية وفي أوروبا وفي جميع أرحاء العالم كانوا مستقيم جداً من القرار خرج هاشتاج كلنا اتفاجئنا بإمبارح بس عامل حالة ترند ترند رقم واحد على مستوى العالم مش على مستوى مصر على مستوى العالم افتاحوا تويتر من إمبارح من بعض القرار من الساعة 9 مساء اللي غادة دلوقتي تبتتكلموا في أكتر من حوالي 18-19 ساعة قدامك هو على شاشة ترندنج إلي سبورتس يعني رقم واحد على مستوى العالم اوقفوا فساد الكاف ستوب كاف كوروبشن ده معنى إيه؟ إن الناس شايفة إن فيه قرار كارسي تاخد والناس لازم في المكتب التنفيذي تشوف حل للقصة دي مكفاية تعارض حصل في كاس العالم للأندية والاتحاد الإفريقي ممثلوا في كاس العالم للأندية ما تحركش الناس ليه تحركت اوقفوا هذا الفساد لأن القرارات اللي صدرت قرارات ليس لها علاقة لا بالديمقراطية ولا بالعدالة أنا ما ليش علاقة المغرب تقدم كل سنة هي حرة تقدم الناس بتشتغل بشكل بروفيشنال عايزة تستضيف كل سنة هم أحرار لكن هنا كلامي على الاتحاد الإفريقي إزاي أنت كل سنة تستقبل ملف من نفس الدولة عشان تستقبل نفس الحدث هو ما فيش عقل نادي الوداد أيضا ليس له علاقة الاتحاد المغرب يتحرك على فكرة الاتحاد المغرب يتحرك بدون التنسيق مع نادي الوداد بالمناسبة ما فيش حد في المغرب تواصل مع الاتحاد المغربي وطلب منه أن ينظم لكن الرئيس الاتحاد المغربي رجل زكي بيعرف إمتى يتحرك في توقيتات مناسبة وبيعرف إمتى يدير العملية لصالح المنتخب ولصالح الأندية وده حقه الكامل وبالجد أنا بحيي على كده لأنه بيعرف يدير هذه المؤسسة خلال آخر ست سنوات في عهد اتنين رؤسة أحمد أحمد وباترس متسبي والراجل قدر ينجح في ست سنين أن يكون مسؤول عن الميزانية والموازنة المالية للاتحاد الأفريقي رغم كم الخسائر المالية اللي بيتكبدها الكاف كل سنة في الفترة الأخيرة لكن الراجل مسيطر بهذا الشكل وده سكأ منه لا أقدر أتكلم عليه ولا أتكلم على الوداد الناس بتشتغل لمصلحتها وكل التحية ليهم لكن إحنا بندافع عن وجهة نظرنا وأتمنى الأشقاء في المغرب ما يزعلوش من ده لأنهم لو في نفس الموقف إحنا مش هنيقدر نتكلم معهم لأنهم بيدافعوا عن وجهة نظرهم خاصة إن إحنا بندافع في الحق بندافع في الحق طيب ده الهاشتاج طيب موسيماني بيتسو موسيماني المدير الفني للأهل الجنوب إفريقي اللي المفروض لو هو زعلان حتى من اللي حصل الناس هتقول لك ده حتى رئيس الاتحاد جنوب إفريقي لكن الراجل شايف إن فيه قرار كاريسي حصل عمل إيه؟ قال لك عن برح على الأكاونت عنده وشارك من خلال الهاشتاج قال لك عندما انتهت مباريات دول المجموعات في دوري الأبطال كانت الشائعات تقول أن جنوب إفريقيا ستستضيف بعد حسم مبارات نصف النهائي سادة صمت شديد على البلد للصدافة النهائي يعني الشائعات كانت بتقول جنوب إفريقيا لا ما في الشائعات يا موسيماني ده أنا أطلع لك مفاجأة دلوقتي طيب ثم بعد يذهب نصف النهائي فجأة يستضيف المغرب بالمناسبة كنت أتلقى رسالي الحب باستمرار قبل مباراتي نصف النهائي ضد السنف من نفس المصدر خم من من ماشي لسوق الحظ لقد حولت هذا إلى دافع وليس تشتيت ذهن ما علينا طيب موسيماني بيقول كانت فيه شائعات أن جنوب إفريقيا ستستضيف طيب خذوا المفاجأة دي ونطلع بالبيان الرسمي اللي صدر من خلال الأكاونت الرسمي والصفحة الرسمية للتحاد جنوب إفريقيا يوم 11 مارس بيقول فيها أن التحاد جنوب إفريقيا قدامكم على الشاشة هو سيتقدم باستضافة أو طلب استضافة دور الأبطال وكأس الكنفدرالية إمتى؟ 11 مارس ركزوا في التواريخ كويس قوي 11 مارس هو الديدلاين اللي كان موجود قبل كده كان مكتوب كام؟ مكتوب 28-2 يعني الديدلاين تم مده بدون معاد محدد وجنوب إفريقيا قدمت الطلب ده إيه اللي حصل فيه؟ يعني جنوب إفريقيا في 11 مارس أعلنت رسمي إن هي قدمت الناس بتقولك السنغال والمغرب راجعوا دو قرنوا ببيان المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي قال مفيش غير المغرب والسنغال تم ترد علي المغربة أو الأصدقاء في المغرب أو الأصدقاء في الاتحاد الأفريقي يردوا علينا ما جنوب إفريقيا أعلنت رسمي في 11 مارس إن هي قدمت هو الطلب ده تقدم وتحط في حتة تانية ولا تقدم فين تحط في الدرج ولا تعرض ناقص ولا مش ناقص ليه البيان قال المغرب والسنغال بس ما كنت وضحه وقوله ان جنوب إفريقيا قدمت ووراها مش كامل كنت وضحه وقوله ناجرية قدمت وانسحبت كنت وضحه وقوله ان الجزائر كانت عايزة تقدم والاتحاد الجزائري معظم أعضاء واستقالوا فما كملوش الملف ما توضحوا الصورة للرأي العام ما الجيش تقوله ببيان المغرب والسنغال والسنغال انسحبت فدات المغرب يا سلام ببساطة كده لا انا عندي موقف رسمي للاتحاد جنوب إفريقيا على الموقع الرسمي عنده بيعلن في 11 مارس انه قدم وعلى فاكرة الخبر لسه موجود اللي عايز يخش على الموقع اتحاد جنوب إفريقيا يلاقي الخبر بكل تفاصيله ومكتوب في السياق التفاصيل بنقدم عشان عندنا حظوظ ان انديتنا ممكن توصل فينال سانداونس وامازولو في دور الأبطال وورلاندو بايرتس في الكونفيدرالية اللي على فكرة أورلاندو بايرتس كسب أهل ترابلس في ليبيا 2-0 ومرشح بنسبة 99% يوصل النهاية الكونفيدرالية هل الكونفيدرالية بعد انسحاب نيجيريا تروح جنوب إفريقيا وفجأة لاقي جنوب إفريقيا ظهرت على الساحة من جديد كل شيء وارد الفترة الجاية وانا بطلع لكم في القديم وعارف الاجتماعات حصلت فيها ايه والتصويت كان ايه والبيان اللي طلع بدون تصويت وهل القرارات اللي اتخذت النهاردة اتخذت بدون علم معظم أعضاء المكتب التنفيذي سواء مكان أو تواريخ ده هيبان خلال الفترة الجاية لكن الملف ما تقفلش وهنفضل نتكلم فيه خلال الفترة الجاية لأن ده حق مش هنسيبه أبدا